بعد حين من الوقوف في الساحات خرج المتظاهرون عندما اتفقوا أن يقولوا كلمتهم وقالوها نريد وطنا أو فلننظر ماذا يعطينا الشارع موتا أو تحقيقا لمطلب ظل ويظل مطلب العراق كله منذ زمن بعيد مطلب عنوانه الانتخابات ومضمونه وجوه إلى بلادها ناظرة ليسترهقها قترة مثل أولئك الذين خدعوا أبناء جلدتهم لتمتلئ الجيوب واليوم تعبد الطريق المؤمل أن تكون طريقا نافذا إلى عهد جديد أو عراق جديد كما يأمل عراقيه لونا واحدا وجسدا واحدا نحو الأفضل الطريق التي رسمته المفوضية بتجهيز منه كثير قد تحقق بعدد مراكز ومحطات الاقتراع ومواقع انتشارها وعددها ثمانية ألاف ومئتان وثلاثة وسبعون مركز اقتراع تضم مجموعها خمسة وخمسين ألفا وإحدى وأربعين محطة اقتراع تستقبل كل منها أربعمائة وخمسين ناخبا كحد أقصى وللعالم أجمع حق المشاهدة والمراقبة يوم نفير الجماهير لصناديق الإرادة الحرة وإن لم تكن كذلك فهي الفرصة الأخيرة التي لا رجعت فيها إلى فساد ومال سياسي أسود قاتم على اللسان رئيس الجمهوري الذي خرج مكاشفا مصارحا يقول لسان حاله إننا أمام موعد يستحق فيه احترام المواطن إذا أردنا النجاة والنجاح في آخر فرص البحث عن العراق أو كما هو الحال وهذا المعنى في تفاصيل الكلام الرسمي الذي تجده في مرآة الشارع العراقي اليوم على رؤوس الجموع المنتظرة بصيص أمل وبلدا تمنحه السيادة حقا في الحياة كما كان ترجمة نانسي قنقر